السلام عليكم من صباح الفلة عاملين دي معاكم أخيكم أحمد كمال ده فيديو جديد والفيديو ده هنتكلم فيه عن ليه تربي كاني كورسو سلسلة فيديوهات ليه تربي هتكون بنتناول فيها كل سلالة وهنتكلم عن مواصفات السلالة وإيه اللي يخليك تربيها وإيه اللي يخليك ما تربيهاش في البداية وأهم حاجة احنا هنصالع على النبي وعلى عبد الرسالة والسلام يلا بنا نخش ونشوف السلالة بتاعة الكورسو وإيه ظروفها يلا بنا الكني كورسو أو الكني كورسو أو الإيطاليا ماستيف هو كلب مولده ومن شاءه إيطاليا وطبعا بما إننا تكلمنا عن كلب جاي من إيطاليا وقصوله إيطالية فأكيد الكلب ده هيكون شكله شيك لأن إيطاليان بيحبوا الحاجة الشيك قوي وأكيد هنتكلم عن كلب شكله مهيب لأن الكورسو شكله بيوضح عن نفسه أنه هو كلب حراسة هو حرس كويس جدا تقدر تعتبره البادي جارد بتاع حضرتك وفي نفس الوقت هو كلب لازم لو اللايف ستايل بتاعك مناسب ليه لو شخصيتك مناسبة ليه لازم تجيبه لو شخصيتك وحياتك وإسلوب الحياة اللي أنت عايشه مش هينفع فيه الكورسو بلاش طيب إيه اللي يتناسب معاه؟ أول حاجة ودي أهم حاجة أن الشخصيت حراك تكون قوية وتكون ربيتك لاب قبل كده ما تكونش بتدلع الكلب بتاعك أوفر لأن لو حضرتك دلعت الكلب زي ده أوفر صدقني هتندم لأنه هو عايز يعمل اللي هو عايز يعمله يعني كل ما يخطر في باله هو عايز ينفزه لأنه أنت مدلعه فبالتالي هو سيئها زي ما بنقول يعني فده حييجي بخسار كتير تاني حاجة هو لو اللايف ستايل بتاعك أنه أنت بتخرج الكورسو من لسان الناس اللي ربته لأن أنا مربتهوش لكن من خلال لسان حد خبير في الموضوع هو كابتن أحمد كبرى لما سألته عن الكورسو قال لي أنت تحس أن أنت يعني معاك واحد صاحبك كلب هادي ورايق ومش بيشد ومش في دماغه أنه هو يعمل مشاكل هو كلب كويس جدا لكن لو أنت مدربه صح ومديله أوامر صح ومساستمه مظبوط هو معاك مظبوط لو أنت مدلعه هو هيخيب لو أنت مشرسه أوفر فهو هيعمل لك مشاكل أكيد فأنت لازم تكون متزن وشخصيتك متزنة وتكون قائد للكلب ما تسمحش للكلب أنه هو اللي يقود العلاقة ما بينكم تمام؟ هنتكلم في الحاجة المهمة قوي في التدريب بتاعة الكورسو أهم تدريب لكلب زي الكورسو التدريب على الليش لأن كلب بالحجم ده لو هو بيجرجرج بالليش فأنت هتمثل فيلم الأرض والكلب هيسحلك والأرض لو عطشانة وهتتبهدد فنصيحة أن الكلب ده منه هو ضر وتكون معاوده أنه هو ما يشدش الليش ياخد الأوامر لما تنتش الليش لنتشتين يعرف أنه أنت مثلاً إيه هدي اللعب ما تشدنيش لازم يكون أول تدريب ليك مع الكلب ده هو الليش الحاجة التانية أنه أنت لازم تهتم جداً باللي هو الكلب يلتزم بالأوامر عموماً الأوامر الأساسية زي ست اللي هي قعد أو تحت أو سلم أو هاو هاو الحاجات الأساسية قوي زي قعد وستاي اللي هو ستنى والحاجات دي لازم وبالذات أمر المنع اللي هو نو أو لأ لازم الكلب يكون بيحترم التدريبات دي قوي وده حييجي من حاجتين مهمين الاستمرارية والصبر أصبر عالكلب وما تتكاش عليه استخدم مكافآت بلاش عنف بلاش ضرب لأن الكلب لما بيتضرب كتير حاجة من الاتنين يا بيجري منك وبيخلع مش عايز مش عايز يتضرب ويزهق من الموضوع يا إما مش هيجلب يتضرب اللي هو لازم ينفذ الأمر يتضرب فده طبعاً في الحالتين أنت بتفقده شخصيته وبتضعف شخصيته وبتخليه مش متزن نفسياً الصح أن أنا استخدم زي ما قلت لحضرتك المكافآت المكافآت اللعب أن أنت تحدد مكانه لما يرفض أنه ينفذ أمر أن أنت تمنعه أنه يتحرك من مكانه وتزنقه في حتة كده وتقوله يعني تديله الأمر لحد ما يبدأ ينفذه من غير ضرب من غير من غير أي عنف يعني طيب لازم كلب زي ده ما يكونش شارس كلاب ما يكونش شارس حيونات لأنه حضرتك ماشي في الشارع وهو مثلاً شارس قطط أو شارس كلاب وقابل كلب أو قط في الشارع هنمثل برضو فيلم الأرض اللي إحنا قلنا عليه من شوية وهنتسحل لأن الكلب بالكتلة العضلية دي وبالضخامة دي هيجرك يعني هيجرك يعني فاهم خلي بالك قوي من النقطة دي طيب كلب زي ده ما ينفعش ما ينفعش هو من فصيلة الماستف الماستف لو سبت ويريح أنت متربي بطة بلدي بالمعنى الحرفي لو سبت لأي نوع أو أي فصيلة طلع من الماستف يريح على طول قاعد خاب خلاص هو كلب بيقوم يأكل ينام عايز ينزل يلعب ويجي ينام سمنة بقى أوزان بقى وحتبقى في شغلنا كبيرة الصح أن أنت دايماً تديله تدريب دايماً تطلعه يتمشى لو أنت مثلاً الساعة 2-3 بالليل الشارع عندكو بيبقى فاضي نزل الكلب أوف ليش خليه يجري ويلعب ويتنطط يعني ده مطلوب لو أنت سكن في حتة قرب البحر زي عندنا مثلاً في اسكندرية نزل الكلب المياه يعوم طلع التقى بتاعته مش حاولك يعمل ده كل يوم يعني أنت بس لو في اليوم نص ساعة تخرجه الصبح قبل ما تروح شغلك أنت كده وفيت يعني بالموضوع طيب الحاجة الأخيرة والمهمة جداً في تدريب كلب زي ده أن حضرتك تدربه حراسة مش شراسة أن أنت تستفز الغريزة بتاعته فيبقى شارس أي حاجة والسلام لا تدربه حراسة حراسة دي يعني الكلب شغال بالأمر ولو هو في مربطه هو عارف أن ما فيش حد هيعدي من المكان اللي على مربطه ده مش هيسمح لحد أن هو يعدي لو أنت بتربيه أو بتدربه للحراسة المنزلية مثلاً حراسة البيت أو حراسة مصنع أو حراسة فيلا وأن هو يهوهو على الناس الغريبة على المربط على السايب بقى بالأوردر على بالليش بالأوردر مش أو أنتا كده يعني الكلب مش بيبقى طايح لأن الكلب الطايح اللي بيقوله عليه المطروش ده كلب هيجب لك مشاكل طالما أنت راجل محترم إنما في بعض من الناس ده بالنسبة له عادي يعني ما فيه عندوش مشكلة أنه يتحبس عشان الكلب بتاعه وعد حد أو أزى حد أو عمل لحد عاها مستديمة فأكيد حضرتك مش من الناس دي فاحترس من الكلب الشرس خل بالك تمام نيجي بقى للجزء القبل الأخير والجزء ده مهم جدا الأمراض الوراثية عند الكلاب دي أي كلب ضخم أي كلب عضمه كبير عضمه ضخم لازم هيبقى فيه مشكلة مش لازم دي إجبارا لأ يعني المشاكل الشائعة عند الكلاب اللي حجمها كبير الديسبلازيا الديسبلازيا دي اللي هو مرض في المفاصل بتاعة الورك بتاعه أعرف من إيه إن الكلب أو الجرو حيطلع عنده المرض ده أشوف الأب والأم أتأكد إن ظهره مستقيم مفقوش مشكلة ظهره مستقيم أتأكد إن رجلين الكلاب من ورا مش مش معوجة ولزقف بعضيها خطوة الكلب الكلب خطوته مظبوطة رجلين من ورا سوري يعني مش مفتوحة ولا جايع كده ولا الكلام ده عشان أتطمن إن الجراوي بتاعتي حتأكد في ده من الأب ومن الأم إن إيه وانا بشتري الجرو هتأكد أعرف إن الجرو ده حيطلع مظبوط ولا لأ أكيد أب وأم لو الأب بس أو الأم بس عندها المشكلة حتى لو الجرو قدامك باين سليم خلي بالك لما بيكبر بيبانى عليه المشكلة ممكن لما يبتدي يتقدم في السن يبانى عليه نفس المشكلة فأنت احترس من الحتة دي قوي ولازم تاخد من أهالي عظمها سليم علشان على الأقل يا سيدي سبعين في المية أنت حتبقى في الأمان يعني حتى لو تلاتين في المية الأجداد عندهم مشاكل أنت أمنت نفسك سبعين في المية من من المرض الوراثي ده يجي لك تمدد الجفن برضو من المشاكل اللي بتحصل في الكلاب دي لو تلاحظ العين حتلاقيها فيها حاجة كده نزلة على العين جفن بنقول عليه الجفن زائد أو تمدد الجفن ده بيبقى على عين الكلب حتة جفن زيادة ودي بيتعملها عملية وبتتشال مفيش منها مشكلة لأن لو حضرتك سبتها مع الوقت بيعمل احمرار في العين الكلب وتورم وقد يصب العمى على المدى البعيد لقدر الله يعني فحتى لو حضرتك عندك كلب غير الكورسو لو جيرمن وعنده المشكلة دي يفضل أن حضرتك تروح تشيل تعمله عملية وتشيل الجفن الزائد او الجفن المتمدد طبعا الكلاب الضخمة هتعاني معاك من حاجة اسمها تمدد في المعدة او تمدد في عضلة القلب حاجة من الحاجتين دول دي الامراض الشائعة اللي بتصيب الكلاب دي تمدد القلب وتمدد المعدة ف اللي هي الكلاب الضخمة كلها بتعاني من المشاكل دي طيب أنا أعرف منين الأب والأم صحتهم كويسة بيجروا ما بينهجوش ما فيش مشكلة إذن تمام اعتمد 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 الجار اللي انت هتشتريه من الفصيلة دي في لقدر الله حاجة زي دي هتلاقي الكلب بيهنج زيادة عن اللزوم لو غماشا خطوتين واقف ما فيش وقف الكلام ممكن يبقى كبير في السن ممكن يبقى الكلب على طول محبوس فالحركة بالنسبة له حاجة يعني خزعبالية ان هو يرتكبها مشكلة لزي تحرك فممكن برضو ينهج معاك فالافضل انت تاخد من اهالي صحتهم كويسة ويكون اللايف ستايل بتاعهم ان هو الحيال يومية بتاعت الكلب مع صاحبه نشيط وفيه صحة ودموية بحيس ان انت تاخد جاره ممتاز عشان تقطنيه وما يزعلكش بقى في حاجة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم اخر نقطة هنتكلم فيها في الفيديو ده هي امتى ما اخترش الكورسو امتى ما ربيش الكورسو ما ربيش الكورسو لو انا اول مرة ربي لو انا ما عنديش مكان كبير كفاية لو انا الحيال يومية بتاعتي مفهاش حركة كتير محتاج كلب قاعد جنبي مش حينفع معايا الكورسو ام مش حينفع معايا الكورسو لو انا برضو ام مش يعني بدلع الكلب كتير مش حينفع معاك صدقني حيهينك سوري يعني مع احترام لحضرتك حيهينك حرفيا حيزعلك اي كلب حجمه داخل هو حاسس بنفسه فلما انت ما تدهوش ان انت القائد هيخربها فمنصحكش بيه لو انت بتدلع كتير لو عندك اطفال على فكرة الكلب ده ممتاز ما تقلقش منه على اطفال حضرتك طالما الجانب بتاع الانضباط حضرتك حتتهوله فالكلب ده حيلتزم معاك وحتحس ان انت مربي حرفيا الجرد عرف انت الجرد الامين الحارس المحترم اللي هو يعني حيموت عشانكم يعني انت كل حاجة بالنسبة له فلو انت ما عندكش حتة برضو ان انت حتخرج الكلب حتمشيه ما ماينفعش معانا الكورس طبعا في نهاية الفيديو اتمنى اكون المعلومات اللي قلتها فادت حضرتك المعلومات اللي قلتها دي على قدر علمي لا اكثر يعني فيه ناس اعلى مني في السلالات وافضل مني طبعا اكيد فانا مدردش معاك وبديلك القدر القليل اللي عندي اللي اقدر افيد حضرتك به ويا رب اكون فت حضرتك او على الاقل استفدت ولو جزء من معلومة يعني هتنفع معاك فاتمنى يكون الفيديو ناجح بالنسبة لك لو وصلت للحتة دي اللي احنا في اخر الفيديو وعايز اقول لك صلي على نبي تاني ولعبد الله صلات والسلام صباحك فل والسلام عليكم